ومازلنا في الجزء الخاص بالأطفال حيث أن مشروع الحضانات والروضات الموسمية لحجاج الداخل والخارج مشروع قام على أعمدة وركيزة بغرض توفير الراحة لضيوف الرحمن إذ يعمل على احتضان أبنائهم وبناتهم من الصغار حتى الكبار وأيضا يبدأ ذلك المشروع من بداية وضع الأطفال حتى الانتهاء من المناسك ويمكنهم الإطمئنان عليهم بين الفينة والأخرى نتابع التقرير التالي لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ذيفنا في الستوديو إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك تيت كسران منيبا أغبر القدم انطلاقا من هدف الارتقاء بتقديم أفضل أنواع الخدمات لحجاج بيت الله والتوافق مع رؤية المملكة 2030 في توفير تعليم نوعي أطلقت وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل والخارج مشروع الحضانات والروضات الموسمية لحجاج الداخل والخارج من موسم حج 1438 هجرية تحت شعار آمانة أهداف المشروع توفير بيئة تربوية آمنة لأطفال ضيوف الرحمن في مواقع مختلفة تمت مبادرة منسوبات الحضانات والروضات بتقديم أفضل الخدمات التعليمية والترفيهية والتفقيفية لأطفال الحجاج على مدار 24 ساعة نقل مباشر لصور الفعاليات عبر برامج التواصل ليكون أولياء الأمور على تواصل مباشر مع أطفالهم تسهيل زيارة الأطفال من قبل ذويهم في أي وقت توفير مراكز قريبة من المشاعر المقدسة لتحمل عناء الأطفال عن والديهم وتوفير سبل الراحة لهم لأداء مناسك الحج بكل راحة وطمأنينة كما تقدم الحضانات والروضات الموسمية خدماتها التعليمية والترفيهية والصحية لأطفال الحجاج من ذوي الاحتياجات الخاصة ويتم التسجيل في الحضانات والروضات الموسمية عن طريق المسار الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وللحديث أكثر عن هذا المشروع ينضمعي في الاستوديو الأستاذة تهاني زاهد قدسي المستشارة التعليمية بمكتب المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ومديرة مبادرة الحضانات والروضات الموسمية أهلا ومرحبا بك أهلا وحياكم الله سعيدة جدا بوجودي في قناة عظيمة مثل قناة إقرأ أعطيكم العافية وشكرا لإستضافتكم الله يسلمك يا رب شوفنا في التقرير نبذة بسيطة عن الموضوع وجميلة جدا نبنعرف كيف جاءت الفكرة وإيش كانت الحاجة الملحة بأن يكون هناك إقامة لهذه الحضانات ممتاز طبعا المبادرة انطلقت منذ عام 1438 كمبادرة أو سنة تجربية أتت هذه المبادرة بالحاجة الملحة لوجود أماكن ومحاضن تربوية ومؤسسات تربوية تعتني بهذا الطفل أثناء تواجد ولي الأمر داخل المشارع المقدسة فبدأت بذرة هذا الموضوع عام 1438 وبالتالي تم رفعها للجهات المختصة أمارة منطقة مكة بما يضمن تعاون ووجود جهات حكومية تدعم هذه المبادرة طبعا جاء الرد 26.05.139 من صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين سمو الأمير خالد الفيصل حفظه الله بالتوسرة في هذه المبادرة المبادرة هي عبارة عن محاضن ومؤسسات تربوية نعتني بهؤلاء الأطفال طبعا عناية رعاية طبية ورعاية صحية ورعاية تعليمية مكملة لدور الأسرة حيث ترعي هذه الكوادر بوجود طبعا كوادر سعودية متخصصة يتم تدريبهم مسبقا بمراحل هذه المحاضن ليست فقط مجرد رعاية مجرد إطعام ومأكل ومسكن وملبس لا هي عبارة عن تعليم وتقديم خدمات تعليمية بجودة جدا عالية نعم 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 يعني كل سنة كان فيه تطوير بحيث أصبح هؤلاء الأطفال يتلقوا تعليم على مستوى بجودة نوعية ومخرجات يعني مكتسبات أيضا نتيجة وجود عدد كبير من الثقافات المتنوعة صحيح هذا كان أحد السؤال الحج بيجيله مجموعة كبيرة من اللغات والجنسيات المختلفة بشتى اختلافها متنوعهم من ناحية العادات والتقاليد أيضا هذا لكن في الأخير التربية الدينية واحدة لكن كيف تتعامل معهم بخصوص هذه اللغة نعم بالنسبة للأطفال اللغة العربية يعني الحمد لله بيجونا من مصرين وأخواننا الأشقاء العرب من جميع الدول العربية بالنسبة للجنسيات الأخرى طبعا هي في كل حضانة وروضة يشترط على المشغلة وجود معلمة لغة انجليزية معلمات بعدة لغات طبعا يتم التواصل مسبقا قبل عملية التسجيل لمعرفة اللغة التي تتحدث بها الطفل سواء كانت هندية أو انجليزية أو طبعا عندنا احنا الآن اللي وصلنا أطفال كنديين وبرازلين كلهم يتحدثوا باللغة الانجليزية فوجود معلمة باللغة الانجليزية هذا مطلب أساسي في هذه الحضانات في حد للأعمار؟ نعم طبعا العمر مفتوح مرحلة طفولة مبكرة من عمر شهر لعمر تسع سنوات بالنسبة للبنين ومن عمر شهر لعمر عشر سنوات بالنسبة للبنات نستضيف جميع أطفال لمرحلة طفولة مبكرة ممتاز كيف أنا كحاجة الآن أبغى أشارك أو أسجل حتى لو ما شاء الله عندكم تسجيل إلكتروني نعم وكيف تبدأ عملية مراحل الوصول لكم ووضع الطفل وإني أتطمن عليه بشكل كبير طبعا كان هدف المبادرة هو تعزيز الشراكة المجتمعية بين الإدارة العامة للتعليم ووزارة الحجوة العمر عن طريق تسجيل الحاج بيسجل طفله عن طريق المسار الإلكتروني طرحت هذه المبادرة عام 1439 في المسار الإلكتروني لوزارة الحجوة العمر والحمد لله كانت شراكة ناجحة بكل المقاييس حيث يستطيع الحاج يسجل طفله ويسهل عليه عملية تسديد الفواتير يصل المبلغ للمشغلة تستطيع تأمين هذه البيئة وهذه الكوادر واحتياجات الطفل من كافة الاحتياجات سواء رعاية طبية وجود ممرضة مقيمة في هذه المحاضن أيضا كمان وجبات الغذاء وموجودة 24 ساعة هنيجي الجزء الخدمات اللي بتقدموها حقيقة للأطفال بشكل أكبر وهنتكلم عنها بأريحية من خصوص أنه لو أي واحد من الحجاج كيف ممكن يتطمن كمان هذا الموضوع مهم أنا ساحب ابني ورايح في المشاعر أبغى أكون بكامل تركيزي أو اتمئناني لكن الضنغ غالي وبعيد عني وساحبه الأول مرة في مكان غريب كيف هبدأ أتطمن عليه لاك سادة هاني قدسي شفتي ما شاء الله إحنا إبراهيم تكلم عن جزء جميل عن وجود الأطفال وإحنا الفترة اللي فاتت في عرفة شفنا صور جميلة للأطفال المتواجدين لكن نظل نقول أنه زي ما ذكر إبراهيم الجزء المهم اللي بتعاد عن الحجود والأوبئة وهذه فوجدت هذه الحضانات طبعا الهدف الأساسي من هذه المبادرة وضع الأطفال في هذه المؤسسات وهذه المحاضن لحمايتهم من ضد الأمراض أيضا في موضوع جدا أثاره بالنسبة لمساعدة الأمن ومساعدة تسهيل على القائمين على أعمال الحاج والأمن أنا لما أخذ الطفل وأحتضنه في مكان يتعلم في رعاية طبية رعاية صحية بأحميه من هذه المخاطر بأضعه في مكان كأني لو سجلته مثلا في مدارس داخلية 24 ساعة الطفل مؤمن بكوادر تعليمية وكوادر صحية ليش أنا أعرضه أن أضعه في أماكن ازدحام ممكن يصاب هذا الطفل بأي مشكلة صحية أو فهذا هو الأساس من هذه المبادرة طبعا يعني إحنا على منبر الآن وندعو جميع أولياء الأمور سواء أي حاجة حجاج داخل حجاج خارج إن شاء الله العوام القادمة سيتم فتح المسار سواء لحجاج الداخل والخارج ويضع أطفالا في هذه المحاضن لحماية هؤلاء الأطفال ممتاز هني يجي الجزء الاتمئنان نعم أفهم بشكل كبير أنا هنروح يعني ساعات طويلة وبعيدة نطفل كيف أتطمن عليه ليش بخصوص أنتم العيد يعني الأطفال وعيد وموجودين في المشاعر أكيد ما بتحرموهم من الفرح طبعا من أهم الخدمات اللي بتقدمها الحضانات والرودات الموسمية إن بتحتفل بالأطفال في عيدة الأطفل المبارك بترسل لولية أمرها ولي أمر الطفل بيعمل عبارات ويرسلها حتى مباشر عن طريق وسائل التواصل المختلفة المشغلات حقيقي جميع الكوادر الموجودة بتحتفل مع الأطفال من صباحية يوم العيد بارتداء الملابس الجديدة بعمل الكعك العيد معهم عن طريق الحلقات العملية أيضا قدمت لهم المشغلات قدموا هدايا لجميع الأطفال ويحتفلوا بيهم ويتواصلوا مباشر مع الأولياء أنت بتكلميني وأنا جاس أبا حاول أتخيل المساحة الموجودة أنتوا قديش المساحة اللي لكم متواجدة نحن الآن ولله الحمد لهذا العام تم تسجيل حوالي 200 طفل 204 أطفال 177 عن طريق المسار الإلكتروني و28 خارج المسار وبعض الأطفال بيروحوا للحملة والحملة طبعا بتكون حملة شكر وتقدير لهذه الحملات المتعاونة إنها ما بتخالف وبترسل الأطفال على طول علينا تتواصل معنا مباشرة هل في أماكن طبعا إحنا بنستضيف الجميع فالمساحات جدا كبيرة فيه ساحات لعب فيه أماكن ترفيهية فيه غرف وفصول تربوية وغرف أنشطة أيضا فيه غرف نوم المساحات جدا كبيرة لأنها هي أساسا حضانات وروضات في تقدم الخدمات خلال العام ويتم تشغيلها عن طريق مشغلات سواء داخل منشأة حكومية أو داخل منشأة أهلية ممتاز طبعا لما يجي يسجل الطفل عن طريق رسوم عن طريق المسارة الإلكتروني ولي الأمر يحط بيانات يقدر يحط في مدة معينة أو الخمسة أيام كلها أو ثلاثة أيام يقدر ينجل سبع أيام يتم استضافة الطفل سبع أيام خلال 24 ساعة من يوم سبعة تفتح هذه الحضانات ويتم استقبالهم طيب حطيت أنا ولدي أو بنتي هناك وبيدي أتطمن عليها خلال السبعة أو الخمس أيام أو مهما كيف يكون عملية تلت مأناً ممتاز مسبقا يتم إرسال سناب شات خاص بي لكل مركز ولكل حضانة سناب شات خاص بيهم نعم سناب شات خاص بيهم ويعمل قروبات عن طريق الواتس أب والإستجرام كمان نقل مباشر ممتاز حلونا اللاكس جداً بسيطة وجميل 24 ساعة يتم يتواصلوا اتصال كمان هاتفياً يقدر يكلموهم نعم بيكلموهم وعن طريق المكالمات الفيديو وعن طريق سناب شات أنا أكلت أي أنا شربت أي بيوريهم ملابسهم نظافة المكان شي جداً رائع وجميل يعني الأمهات جداً جداً سعيدات وهم يتواصل 24 ساعة مع الأطفال ممتاز وإذا سجلت على فكرة هذه المحادثات ستعمل أجواء جميلة موجودة موجودة كلها المحادثة بعد استئدان طبعاً الناس أكيد نعم نعم طبعاً هي موضوع جداً مهم ترسل استمارات مسبقاً لولي الأمر يعبي هل موافق على تصوير الطفل أم لا طبعاً على حسب رغبة ولي الأمر جداً ممتاز جييني كده سؤال خاطف بعيد عن هذا هل لكم اعتناء بذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي العاقة؟ ممتاز المبادرة طرحت في المسار الإلكتروني عبر منصة المسار الإلكتروني في وجهات الحج والعمرة بتصنيف الخدمة إلى قسمين قسم الطفل العادي بـ 2500 وقسم الطفل التربية الخاصة 3000 هذا الطفل بنرعاه من جميع النواحي طبعاً صحياً وجود ممرضة متخصصة وجود حاضنة لكل طفل أطفال التربية الخاصة عندنا طفل الآن في بادرة إنسانية طبعاً طفل مجري له قبل مدة عملية القلب المفتوح وكان ولي الأمر بحاجة أنه يحج هذا العام الحمد لله استضفناه وتم إحطار حاضنة متخصصة لهذا الطفل 24 ساعة ممتاز جداً هذا يقود عني السؤال الثاني الرؤية المستقبلية حقيقةً للموضوع يعني أنا حسيت وانت تذكري لي بداية كيف جاءت الفكرة والموافقة بصراحة من صاحب السمو عن هذه الفكرة وهو بعد نظر حقيقةً للموضوع فما هي الخط المستقبلية للموضوع؟ طبعاً إحنا مبادرتنا منطلقة من رؤية المملكة 2030 في وطن طموح واقتصاد مزدهر وفي المجتمع الحيوي إحنا هذه الرؤية التي جعلتنا نفكر دائماً أنه يكون إحنا طبعاً مكة بوجود هذه الحضانات على مستوى المملكة طبعاً لأنه إحنا متخصصين في الحج في مكة المكرمة والحكم الفعالة عن طريق وجود دعم من أمارة منطقة مكة المكرمة نطمح في هذا الدعم أن تجينا الموافقة أنه بإذن الله نقدم هذه المبادرة كمان في شهر رمضان بإذن الله بإذن الله وللمعتمرين وهذه يعني عمل جميع كل ما في هذه المبادرة على أننا نكون ضمن مبادرة أننا نبادر في خدمة ورعاية هؤلاء الأطفال وتحت شعار خدمة الحاج وسام فخر لنا جميعاً حقيقي هذه أمانة والمبادرة اسمها أمانة ممتاز أنا انتهى جزء اللقاء بس هاخد رسالة من الأستاذة هاني زاهد قدسي والديك زاهد قدسي رحمة الله تربوي في الأصل في التعليم وأيضاً من أكثر الناس خدمة لضيوف الرحمن في فترة الحج إيش الرسالة التي حابت توجهها يعني حقيقة جميعنا زي ما ذكرت المبادرة هذه اسمها أمانة وكما تعلمنا زي ما ذكرت من والدي رحمة الله عليه أننا نخدم بحب بعطاء بتفاني جميعنا بإذن الله سنقدم أقصى ما عندنا في خدمة أطفال حجاج بيت الله الحرام بإذن الله ونعمل دوماً وفق منظومة تكاملية مع جميع خطاءات الحكومية لخدمة هؤلاء الأطفال بإذن الله الأستاذة هاني زاهد قدسي المستشارة التعليمية بمكتب المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ومديرة مبادرة الحضانات والروضات الموسمية وخاصة من موسم الحج أعطيك ألف عافية على هذا اللقاء